فهذا قائم مقام قضاء سيدة كان في أرميل حسان شلبي بأن حوالي 46% من القضاء وقع تحت سيطرة جيش التركي منذ عام 2017 بسبب وجود العماليين شلبي بيان أن الهجمات التركية بقيت على حالها وعداد قواتها تزيد أو تنخفض أحيانا من مكان لآخر لافتا إلى أن هناك 20 قرية على الحدود معرضة للخطر بسبب قربها من تواجد القوات التركية وأشار إلى أن جيش التركي دخل بعمقى 30 كم داخل أراضي إقليم كردستان من حدود سيدة كان موضحا أنه تم قصف أماكن التواجد المشتبه بها العناصر العمالية أو الأنفاق التي قاموا بإنشائها وأضافنا عددا كبيرا من المواطنين اضطروا إلى النزوح من مناطق المعرضة لخطر القصفة إلى أماكن أخرى آمنة من أجل كسب عيشهم والحفاظ على حياتهم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر